احلى افطار ممكن افطار بيه كل يوم الصبح هو بسكوت شفان الانجليزي مع فنجان القهوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف النهاردة هقدم معاكم بسكوت شفان الانجليزي مادير سهلة ومصبوطة هوب نوب هنعمله بكل سهولة والطعم هيكون ميز جدا واحلى كمان من الجاهز لو او مرة تسوفيني مهتمة بالاكل الصحي اللذيذ ما تنسيش تشتركي بالقناة وتفعالي اول جرس عشان يوصلك كل الاشعارات الجديدة وبستنى تعليقاتكم معايا هنا المأدير 3 اكواب من الشفان شفان سليم وهطحنه طحن خفيف او اجيب الشفان سريع التحذير هياخد 3 اكواب زي ما احنا شايفين طحنته بس مش طحن ناعم يبقى بالشكل ده هجيب بقى الطبق اللي هعمل فيه البسكوت وهضيف فيه سمنة بلدي 170 جرام انا جربته بالزبدة وجربته بالسمنة والصراحة احلى طعم كان بالسمنة هضيف معلقتين كبار من العسل النحل مش اكتر من كده عشان احنا لسه هنزينه بلة شوكلت هضيف كمان كوبية ونص من دقيق الامح الكامل المأدير دي مزبوطة جدا واكتبها لكم كلها في صندوق الوصف ده كده اشوفان اللي انا طحنته طحن خفيف حط رشة ملح تنسوهاش ضرورية جدا ومعلقة صغيرة من الباكينج سودا باكينج سودا مش باكينج باودر وما ينفعش باكينج باودر والبسكوت هنا هيطلع هش جدا ومقرمش ويفضل مقرمش طول الوقت هقلب كده المكونات وهوريكو شكل الخليط اللي هيطلع لك البسكوت مزبوط ليز انت شوفوا شكل الخليط هيكون عامل ازاي مش هنجيف اي حاجة تاني كده للعجينة بس مجرد ان انا بخلط المكونات مش بعجن هيطلع في الاخر بالشكل ده اللي هو لازم علشان يعني هو بيبقى كده العجينة مفرفطة ولازم علشان تتكون اه يعني اكبسها بايد تعال نشوف هنشكله ازاي بقى هجيب ورقة الزبدة وهفرشها في الصينية وهجيب اي قطعة وهبتدي بالمعلقة الصغيرة اكبس العجينة فيها وتبقى رفيعة طب لو مش عندي العطاعة باقي غطى برتمان وتحطي فيه اه كيس بلاستيك وتبدأي في غطى البرتمان برضو تكبسي العجينة كده علشان تتشكل عندك بسكوتة مدورة هقولكو برضو التسوية خلاص كده دي الصينية الاولانية عملتها طلعوا تقريبا تسع قطع ودي الصينية التانية صينية الفرن ما شاء الله طلع معي عدد قطعة من البسكوت كبير وهائل يعني طلع كتير تقريبا طلعوا تمانية وعشرين بسكوتها من المقدار ده خد مية اه اه اتسوى على مية وتمانين خد اه ربع ساعة لحد لما خد لون حلو كده ومشان يجي نحيته لما يبرد علشان اه هو بيبقى هش كده جدا يعني فلما يبرد هيتشال بكل سهولة كده شايفين بقى التسوية من فوق ومن تحت شايفين التزيين هو المفروض ان احنا لما هنسيح لتشوكلت بفرشة كده وهنقعد آآ ندهن الشوكولاتة بس انا مش حابة ان يكون عليه شوكولاتة كتير فعملت خطوط بس بسيطة من الشوكولاتة عليه لكن لو عايزة توطيه بالكامل من آآ من الناحية بالشوكولاتة ممكن ان انت بفرشة وتبدأي تدهني الشوكولاتة عليه شايفين آآ البسكوتة هشة وآآ خفيفة ازاي انا مجرد ان انا بس عملت خطوط كده عشان انا مش عايزة يكون مسكر قوي وزي ما احنا شايفين انا حطيت بس معلقتين من العسل على الخليط كله علشان انا مش عايزة يكون معسل قوي هو كده التحلية بتاعته مزبوطة فسواء هتحطي دركة شوكولات او هتحطي آآ شوكولاتة خيم اعملي خطوط بس كده منها عليه آآ صدقوني هيطلع احلى كتير من الجهز هتبطلوا تشتروا الجهز شايفين بكل سهولة بعد كده هدخلوا التلاجة بس الشوكولاتة تتماسك وبعد كده الحفزة هنحفظه في علبة صفيح مقفولة هيفضل معاكي وقت كبير جدا زي ما هو لا هيطرع ولا هيحصل له اي حاجة وهيفضل ما ارمش بالشكل ده وهو كمية كبيرة وتده بقى منه للولاد وهم رايحين المدرسة او تفطروا به الصبح مع فنجين القهوة او كوبات الشاي بلبن افطار مشبع افطار صحي والازيز ده شكل البسكوتة في النهاية وشايفين هاشوفوه هاشة ومقرمشة زي هنفتحها ونشوف شكلها كمان من الداخل اظن شكله باين جدا انه رائع رائع ما تحطوا لهش سكر في العجينة هي المقادير الاصلية بيكون فيها سكر ما تحطوش كفاية مع لقتين العسل هيبقى تحفة تحفة اهو معينا هحطولكو في صندوق الوصف كل انواع البسكوت الصحي اللي كنت عمليها معكم على القناة كلها انواع يعني كل انواع الصحي عملت تقريبا بسكوت كل انواع الصحي ما تنسوش تعملوا اللايك للفيديو لو عجبكم واشترك بالقناة لو لسه مشتركتيش واتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة